رحت مرة على غزة على فلسطين 48 ساعة كان شرطك أنك ما تمر على الحواجز الإسرائيلية رأيت على الحواجز الإسرائيلية؟ لا، رحنا وقتا عن طريق مصر وعن طريق معبر رفح فما واجهنا أي شكل من أشكال الاحتلال الإسرائيلي كانت زيارة سريعة وبعدين غزة هي مسقط رأس والدي وخوالي وشدودي كلهم موجودين نعم، أبوها هو رئيس بلدية غزة غزة سابقا، الله يرحمه جبدي مير الرئيس ومن رجال الحركة الوطنية الفلسطينية المشهودة لهم لو امرأت على حاجز، لو اضطررت أن تمر على حاجز إسرائيلة كيف بيكون تصرفك؟ ما بدي أوصل لهذه اللحظة ليه؟ ترجع بس لصغير الطفل بس على كبير، على أعنف؟ لا، ما بدي أوصل لهذه اللحظة لأنه بالآخير شو ما كان؟ هذا محتل الأرضي ومحتل بلدي ما بقدر يعني اتعامل معه يقول لي نزيل، بدي يفتشني كذا يعني هلأ بفكر، بستحضر هيك فكرة فوراً برفضة ولكن أنت ممكن تلتقي بإسرائيلة بأي بلد من الدول العربية أو الأوروبية اللي عايشين وصار فيه تارف يعني تطبيع وإلى مزيد يعني من الأقل نحن عم نحكي عن حاجتين مختلفتين شو الاختلاف؟ عم نحكي عن حاجز إسرائيلي ببلدك شو الفرق؟ شو الفرق أنك؟ تمام، نعم، بره العالم اليهود مليون العالم وهدول اليهود في قسم كبير منهم ضد ما يدعى الكيان الإسرائيلي وضد الشي اللي عم بيصير اليوم بالفلسطين وإنتي بتعرفي هذا الشيء تماماً طبعاً يعني على سبيل المثال شارلي شابلين كل هاتنا بنعرفه ومنعرف أنه هو يهودي وبتروحي بتزوري بيته بسويسرا حاطت خريطة للعالم وحاطت هيك أعلام صغيرة على المواقع اللي زاره فحاطت علم على محل ما فلسطين ومو كاتب إسرائيل، كاتب بالسطين إسرائيل لا وجود لها على الخريطة عنده لهيك حاربوا ولهيك بآخر حياته مريض وتحارب ومات لسويسرا هاي قصة معروفة يعني هالكل عن مأساة شارلي شابلين لأنه رفض أنه يكون مواطن بالدولة العبرية عم نحكي على شخصية عالمية حوربت اليوم بما أنه مخرج وحضرتك متابع للسينما العالمية اليوم بأي فين بديو يخد أوسكار بديو يخد جائزة إذا ما كان عم يطرح قضايا تخدم يعني تخدم بطريقة معينة أفكار معينة أو إسرائيل ما بيوصل الفيلم لا يكرم فيه ما بياخد جائزة نوبل أشخاص أفليم ما بتاخد أوسكار يعني الوصول اليوم لازم يمر عبر أجندات معينة خدمة أجندات معينة أو خدمة إسرائيل مع الأسف هذا الكلام دقيق وكلنا بنعرف أنه اللوبي الصهيوني مهيمن على معظم أجهلة الأعلام ومهيمن على نفس هوليوود رغم أنه فيه أصوات كثيرة بتطلع بهوليوود وبتعرض هذا الشيء فأنتي عندك مثلا مثل موضوع الهولوكوست هذا بوابة إليك كمخرجة لحتى فيلمك يلاقي تمويل وينجع ويدخل أوسكار ويأخد جوائز وإذا كان فيلم على الأدير الفلسطينية بيأخد أوسكار؟ إذا معمول صح أنا برأيي بيأخد هل صار فيه خرق؟ فيه أفلام انعرضت وعملت تأثير بس يمكن ما صح حلا أنه تأخد جوائز ما لم تأخد جوائز بس ما بتأخد جوائز طبعا ما بتأخد وبتتحارب وبكون طريقة للعرض والانتشار كتير صعب